لو مصر واجهت السنغال في نهاية كأس الأمم الأفريقية مباراة بين صلاح وساد يوماني تشجع صلاح ولا ساد يوماني هذا السؤال أعتقد أنه سؤال شرير لا أعرف مصر أشجع مصر لأنه آخر نجاح كان لمصر على ما أعتقد كان في 2010 آخر بطولة إذن سوف أشجع مصر وهذا ختام رائع لهذه المداخلة الرائع الواحد من أساطير الكرة الفرنسية على مر التاريخ روبير بريز أنا بشكرك شكرا جزيلا دايما مشرفنا ومنورنا كنا سعداء جدا بتواجدك في رقم 10 لاعب رائع كان في الملعب رائع وكان في المداخلة رائع اللي ما شافش روبير بريز في الملعب ما شافش لعبين وسط بص يا جماعة كان عنده كل المهارات مراوغ رائع لاعب سريع مسدد كرات رائع كل حية كان بيعملها في الكرة براوعة دا كان واحد ركيزة أساسية في المنتخب الفرنسي وأيضا مع فريق أرسنل الرائع جدا في بداية الألفية التالتة مع المدرب القدير أرسن فينجر كان جيل مدهش طبعا انتوا عارفين جيل برشلونا بتاع بيب جورديولا وعارفين جيل منشستر سيدي بتاع بيب جورديولا وعارفين جيل منشستر ينايتد مع السير آلكس بيركسن وعارفين مثلا جيل ريال مدريد مع زيني دين زيدان بس ما تعرفوش الجيل الرائع دا الأرسنل أو بعظمكم يعني أو يعني اللي مش في سننا يعني اللي هم مالي تتمانينات ويأوال تسينينات طبعا ما قابلوهم يعني بس الجيل الرائع دا لأرسنل دا كان جيل مدهش كان جيل مدهش ينزل يكسب بالأربعات والخمسات كل مباراة المتعة اللي انت كنت بتشوفها مع برشلونا وتيكي تاك مع بيب جورديولا أو مع السيرتي دلوقتي أو مع ريال مديد وقت زيني دين زيدان كان بيعملها أوي وحسن أرسن بينجر مع الجيل الرائع دا الأرسنل كان في شوية لعيبة في الجيل دا مدهشة مدهشة بكل المقاييس بصراحة أنا كنت سعيد جدا رويب بريز كان معانا النهاردة في هذه المداخلة وقال الكلام كتير جدا مهم يارب تكونوا استمتعتوا بيها ترجمة نانسي قنقر